نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مسؤول إسرائيلي قوله أن تحركا سيحدث قريبا جدا تجاه إيران ويأتي ذلك بعد أن نقل موقع ولا الإسرائيلي عن وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهين قوله بأن إسرائيل ضربت أكثر من ألفي هدف لحزب الله في الأسابيع الأخيرة وبحسب الوزير الإسرائيلي فأن كافة الخيارات بشأن الرد على إيران مطروحة على الطاولة بما في ذلك ضرب المنشآت النووية أضاف أنه ليست هناك حصانة لأي منشآة أو شخصية في إيران من رد تل أبيب أما فيما يخص غزة أو ضحائل كوهين أن إسرائيل تخطط للسيطرة الأمنية على القطاع مما سيسمح لجيشها بالعمل بحرية لافتا إلى أن القوات الإسرائيلية لن تخرج قبل إعادة آخر للمحتجزين نفى الطهران صحة ما نسب إلى رئيس البرلمان الإيراني محمد قليباف بشأن التفاوض مع فرنسا لوقف إطلاق النار في لبنان وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قد وصف التصريحات قليباف بأنها تدخل فاضح في الشأن اللبناني ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة وطلب من وزير الخارجي اللبناني استدعاء القائم بأعمال سفارة إيران للاستفسار بشأن تصريحات قليباف من جديد تقحم إيران نفسها في قرار سيادي لبناني في تصريحات تأتي هذه المرة على لسان رئيس برلمانها محمد باقر قليباف فقليباف الذي كان في بيروت قبل عدة أيام والتقى بالساسة اللبنانيين وتجول بين الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية في لبنان خرج بتصريحات يعرب فيها عن استعداد تهران للتفاوض مع باريس حول التواصل لوقف لإطلاق النار في لبنان اعتمادا على القرار الدولي 1701 تصريحات اعتبرها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي تدخلا فاضحا في الشأن اللبناني ومحاولة لتكريس وصاية على بلاده لكن تصريحات قليباف ربما تؤشر لحجم المخاوف الإيرانية وإدراكها لتغيير المعادلة على الساحة اللبنانية نتيجة للخسائر الجسيمة التي لحقت بحزب الله على مستوى قيادات صفوفه الأولى والعمليات البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان كما تعكس تصريحات قليباف القبول الإيرانية بتراجع الحزب من منطقة جنوب الليطاني ونشر الجيش اللبناني كقوة وحيدة على طول حدود لبنان مع إسرائيل كما أن هذه التصريحات جاءت بعد مطالبة حزب الله على لسان نائبه في البرلمان اللبناني حسن فضل الله بوقف إطلاق النار مع إسرائيل وفي حين أن حزب الله يقول إنه انتقل لما وصفه بمرحلة جديدة وتصعودية في المواجهة مع إسرائيل لكن دعوة لوقف إطلاق النار تشير إلى حجم الضغوط التي يتعرض لها الحزب ومن خلفه إيران التي يقول محللون إنها تجعل من لبنان ورقة تفاوض لمصالحها الخاصة مع الأمريكيين والغرب خلال عام من الحرب تعرضت كل من حركة حماس وحزب الله لخسائر جسيمة في القادة والأفراد كما تعرضت إيران نفسها لخسائر متتالية تمثلت في خسارة عدد من أبرز حلفائها وكذلك تراجع قوة ردعها التي سعت لبنائها على مدار سنوات عديدة محملا بخسائر ثقيلة يبدو كشف حساب الحرب لا سيما بالنسبة لإيران وحلفائها بعد عام أو يزيد من القتال ففي غزة تحول القطاع المحاصر إلى قطاع مدمر فقدت حركة حماس السيطرة عليه وفقدت معه قادتها السياسيين والعسكريين خسارة غيرت من المعادلة التي امتدت خلال السنوات الماضية من بحث وضع حماس في حكم القطاع إلى مطاردة أفرادها فوق الأرض وتحتها وسط تساؤل حول بقاء الحركة نفسها من عدمه مع ارتفاع الطموح الإسرائيلي بالتخلص التام منها أما حزب الله الذي شكل العنصر المحورية في استراتيجية الدفاع الأمامي الإيرانية فقد تلقى ضربات قاسمة على مستوى قياداته وحتى قواعده بدءا من اغتيال حسن نصر الله الذي لم يكن مجرد أمين عام للحزب برسم استراتيجيته والرجل الذي قاده لأكثر من ثلاثة عقود وصولا إلى قيادته العسكرية والميدانية مرورا بآلاف من عناصره جرى استهدافهم أفرادا أو جماعات خسارة أخرى جسيمة لأكثر حلفاء طهران ولاء لها مثلت ضربة قاسمة لاستراتيجية بنتها إيران على مدار عقود اعتمدت عقيدة الدفاع الأمامي أو الدفاع الهجومي كعامل رضع أساسي يقيها أي هجوم إسرائيلي محتمل وحتى في داخل إيران نفسها كشفت الحرب عن اهتراء كبير في المنظومة الإيرانية الأمنية سواء باستهدافات جرت في قلب تهران كما في اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي السابق لحماس أو اختراق قيادات عليا بفيلق القدس نفسه أصد هموض حول حجم التغلغل الإسرائيلي للداخل الإيراني خسائر جسيمة ربما تفسر قيام إيران بالخروج عما وصفته دائما بصبر استراتيجي أقصفها لإسرائيل في محاولة لاستعادة قوة ردع خسرت كثيرا منها منذ السابع من أكتوبر قال رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أنها قتل ما يقرب من ألف وخمسمائة من مسلحي حزب الله منذ بدء العمليات ضد الحزب وخلال جولة لتقييم الوضع على الجبهة الشمالية مع قائد المنطقة الشمالية أشار هاليفي إلى أن بعض مسلحي الحزب يستسلمون واعتبر أن ما حققه الجيش يعتبر إنجازات مهمة هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي استدعاء لواء احتياط إضافي للعمليات العسكرية في جنوب لبنان مشيرا إلى أن القرار تم اتخاذه وفقا لما يستوجبه تقييم الوضع الميداني وقال الجيش أنه سيسمح باستمرار القتال ضد حزب الله وتحقيق أهداف الحرب والعودة الآمنة لسكان شمال إسرائيل إلى منازلهم أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في بيروت أن الحل الدبلوماسي يجب أن يتقدم على الحرب والعنف وأعرب ميقاتي عن التزام لبنان بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 والاستعداد لتعزيز وجود الجيش اللبناني في مناطق الجنوب والتعاون مع اليونثل أكدت للسيدة ميلوني أن لا أولوية فعل على وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين وتدمير البلدات والقرى وشددت على التزام لبنان بالتطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به لا سيما القرار 1701 وأبديت استعدادنا لتعزيز وجود الجيش في الجنوب ليقوم بمهامه كاملة بالتعاون مع قوات اليونثل من جانبها أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية العمل من أجل تحقيق وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان وقالت ميلوني أن استهداف قوات اليونثل في لبنان أمر غير مقبول إننا نعمل جميعا من أجل تحقيق وقف مستدام لإطلاق النار في غزة ولبنان نحن ندعم المفاوضات لتحرير المحتجزين الإسرائيليين ونسعى جميعا لإيجاد أفضل الطرق ولمساعدة المدنيين المتضررين من الحرب إن استهداف اليونثل أمر غير مقبول وأطلب أن تلتزم كل الأطراف بضمان أمن كل فرد من أفراد اليونثل وأنا مقتنعة بأنه يجب تقوية قوة اليونثل نضم إلينا من بيروت مفدنا عماد الأطرش عماد وأيضا من حاصبية جنوبي لبنان مرسلتنا دارين الحلوة عماد أبدأ معك طبعا زيارة سيدة ميلوني هي مهمة للغاية هناك عدد كبير من الإيطاليين في اليونثل وهناك تركيز أوروبي الآن على وقف اطلاق النار إلى أي مدى ممكن أن تكون هذه الزيارة يعني يلحقها نجاح ما في وقف اطلاق النار ما الذي تم تداوله مع الجانب اللبناني تماما كما ذكرت ماجد يعني القلق الأوروبي طبعا تعلم بأنه البارحة وأولا البارحة البارحة كانت هناك القمة الدورية للاتحاد الأوروبي وشاركت فيها سيدة زورد ميلوني وقبلها بيوم كانت هناك أول قمة خليجية أوروبية أيضا شاركت فيها سيدة ميلوني وتمت مناقشة أيضا مسألة الحرب في لبنان وفي غزة هي أرفع مسؤول دولي يزور لبنان منذ بداية الحرب هي رئيسة وزراء إيطاليا طبعا القلق بشأن يونيفل والهجمات التي تعرضت لها يونيفل أذكر بأن يونيفل تعرضت لعدد من الهجمات من الجانب الإسرائيلي أوقع خمسة جرحة بالإضافة إلى خمسة عشر جنديا تنشق القنابل الدخانية التي أطلقتها الدبابات الإسرائيلية في موقع راميا موقع القوات اليونيفل إذن هذا القلق هو الذي دفع ميلوني إلى القدوم إلى بيروت بالإضافة طبعا إلى مسألة دعم لبنان في موقفه في سعيه إلى وقف اطلاق النار بالإضافة إلى مسألة مساعدة النازحين هي ذكرت ذلك بصريح العبارة بالإضافة إلى ذلك تعلم بأن هناك من دول الاتحاد الأوروبي أربعة عشرة دولة تشارك قواتها في عديد يونيفل إيطاليا هي الدولة الأولى إذ لها ألف وخمسين جنديا وضابطا فرنسا سبعمائة إسبانيا سبعمائة ألمانيا مئة واثنين عشر إذن هناك قلق أوروبي حقيقي من تزايد الهجمات الجيش الإسرائيلي على مواقع قوات يونيفل ودعوة صريحة من قبل المسؤولين الإسرائيليين لقوات يونيفل لإخلاء بعض مواقعهم خاصة المواقع الأمامية على الحدود بين لبنان وإسرائيل ولكن دعني فقط أيضا اسمح لي أن أشير أيضا ماجد أنه في كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال مؤتمر الصحفي مع السيدة ميلونيا أشار إلى أمرين مهمين جدا أولا أن لبنان يريد تطبيق قامل القرارات مجلس الأمن مما فيها القرار ألف وسبعمائة واحد ربما يضمر في إشارة ضمنية إلى مسألة القرار ألف وخمسمائة وتسعة فمسين الذي يشير إلى نزل سلاح الميليشيات اللبنانية التي صدر عام 2004 بالإضافة إلى أنه قال بأن لبنان يدفع ثمنا فاتورة غالية ثمن الصراعات الخارجية وأن ما يحصل حاليا يجب أن يكون درسا لجميع الأطراف اللبنانية أن النائب لبنان عن الصراعات الخارجية هو المطلوب وبأن بسط سلطة الدولة وسيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية هو الحل لجميع هذه المشكلات هذا الموقف هو موقف يبدأ يتبلور طبعا تعلم بأنه اليوم سيد نجري بن قاطع أوعز إلى وزير الخارجية اللبناني باستدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية على خلفية ما قيل أن رئيس مجلس شورى الإيراني محمد باقر قليباف صرح به لأحدى وسائل الإعلام الفرنسية بشأن نية إيران أو رغبة إيران بالتفاوض مع فرنسا أو مساعدة فرنسا من أجل تطبيق القرار 1701 طيب عماد لطرش أشكرك أنت معنا من بيروت دارين أيضا على مستوى الجنوب هناك تطورات كبيرة الجانب الإسرائيلي يستدعى لواء للإحتياط وأيضا هناك اطلاق صواريخ باتجاه حيفا من قبل حزب الله كيف يبدو الوضع؟ ونحن نتحدث عن وضع متفجر بشكل أكبر نراه خلال أيام القادمة صحيح ماجد تستمر الأعمال على عسكرية وإن بوتيرة مختلفة عما شهدناه في الأيام السابقة خلال هذا الأسبوع لكن العملية التي تحدثت عنها قبل قليل إطلاق الصواريخ كان قد صدر بيان في الدقائق القليلة تحدث عن إطلاق هذه الصواريخ كان يستهدف منطقة الكريوت شمال مدينة حيفا بالتالي هناك مزيد من الاستهدافات إلى عمق الشمال الإسرائيلي أيضا كان في أحد البيانات حزب الله قد تحدث اليوم عن هجوم جوي بمسيرات انقضاضية وصلت إلى صفد مدينة صفد طبعا وهي تقع في عمق الشمال الإسرائيلي من دون أن تدوي صافيرات الإنذار لا في صفد ولا حتى في الهجوم على حيفا وهذه ربما إشارات يمكن الوقوف عندها للدلالة على حجم هذا التصعيد وطبعا مآل الأمور بعد هذا التصعيد نظرا لقدرة حزب الله على إيصال هذه الصواريخ ونظرا أيضا للتوغل الإسرائيلي إلى عدد من البلدات الجنوبية اليوم كان هناك توغل باتجاه أحد مداخل عيتا الشعب حيث رصدت مقاطع فيديو تبين الدبابات الإسرائيلية تتجول في تلك المنطقة على الرغم من أن كان هناك قصف مدفع لأطراف عيتا بالإضافة إلى غارة على أطراف عيتا وهذا يؤكد بأن عيتا الشعب لم يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بشكل كامل وإن رفع جنوده العلم الإسرائيلي في الساعات الماضية على أحد خزنات مرتفعات بلدة عيتا الشعب الوقعة في القطاع الأوسط أيضا في القطاع الشرقي كفر كلا مثلا كان هناك عمليتان باتجاه عبارة كفر كلا وهي منطقة تبعد أمتار قليلة جدا عن الجدار الحدودي الفاصل ما يعني بأن حزب الله أو تجمع الجنود الإسرائيليين عند هذه المنطقة القريبة جدا من الحدود تمكن حزب الله من رصد هؤلاء واستهدافهم